اجتماع غير تقليدي للمجلس الثوري لحركة فتح يتفق فيه المجتمعون على ضرورة استقالة الحكومة الفلسطينية فحكومة رامل حمد الله التي تشكلت قبل نحو عام فشلت أو أفشلت في تحقيق المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس وهو ما يعني الاسمرار في الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر التي سيطرت عليه حماس عام 2007 وتتهم السلطة الفلسطينية حماس بإفشال تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين من خلال مطالبة قادة حماس بالاحتفاظ بالملف الأمني في القطاع وفرض ألاف الموظفين على السلطة الفلسطينية والمطالبة برواتبهم ودعوة السلطة لاستلام المعابر بموظفيها المعينين من حماس واليوم تعصف بالقضيات الفلسطينية تطورات كثيرة تبدأ من التغيرات الحادة في دول المنطقة ولا تنتهي بجمود عملية التسوية مع إسرائيل تل أبيب حسب المراقبين هي المستفيد الأول من استمرار الانقسام بين غزة والضفة وقد نقلت وسائل إعلام مقربة من حركة حماس عن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وجود اتصالات من خلال وسطاء إقليميين ودوليين للتوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل للتهديئة العسكرية مقابل تخفيف الحصار على القطاع وينضم إلينا من رامالله القيادي في حركة فتحة دكتور نبيل عمر أهلا بك دكتور نبيل معنا على شاشة كاينيوز عربية من المسؤول في رأيك عن هذا الإخفاق؟ المسؤول هي القيادة السياسية وليس الحكومة الحكومة الفلسطينية لا تملك القرار بإنجاز المصالحة كما لا تملك القرار بإجراء الانتخابات وهذه المهمة التي شكلت من أجلها نعم هي يمكن أن يعلق عليها الفشل ولكنها ليست مسؤولة في هذا الجانب بشكل مباشر أعتقد أن إخفاق حكومة رامي الحمد لله كان بسبب عدم صدور قرارات من فتح حماس بإنجاز ملفات المصالحة جميعا فألقي في وجه هذه الحكومة موضوع الرواتب وهي لا تملك المال لتغطية الرواتب ألقي في وجهها موضوع الانتخابات وهي لا تملك صلاحية تقرير يوم الانتخابات ولا الاستعداد له كما ألقي في وجهها مسؤولية إعادة إعمار غزة ونعرف ما الذي يعوق إعادة الإعمار الذي يعوق هو الهيمنة المطلقة لإسرائيل وشروط القاسية وكذلك رغبة حماس في أن تكون هي الجهة الوحيدة التي تتعاطى مع المساعدات التي تهدف إلى إنجاز موضوع إعادة الإعمار إذن الحكومة هي تقريبا حكومة رمزية وليست لها صلة جدية بأي ملف من الملفات الرئيسية طبعا عندما تقول القيادة السياسية دكتور نبيل عمر هل تقصد القيادة في رامالله أم القيادة في غزة؟ القيادتان لا يستطيع أحد في الظرف الفلسطيني أن يأخذ قرار دون أن يكون مقبولا من الطرف الآخر على سبيل المثال هل يستطيع أحد أن يجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية من طرف واحد؟ هذا يبدو مستحيل هل يستطيع مثلا القيادة في رامالله أو في غزة أن تأخذ على عاتقها موضوع إعادة الإعمار بالكامل وإسرائيل داخل على الخط من خلال ما تسمح به وما لا تسمح؟ وحماس تمنع أن لا تكون هي الطرف الأساسي في موضوع عادة الإعمار أعتقد أن المقصود بالقيادة السياسية هي القيادة العليا للشعب الفلسطيني ممثلة بالرئيس محمود عباس وعلى صعيد آخر ممثلة بقيادة حركة حماس وقيادة حركة فتح ومنظمة التحرير وهل كان الرئيس عباس يملك أي خيارات أخرى غير حل الحكومة في هذه المرحلة؟ الحكومة لم تحل عمليا الحكومة كلفت بالاستمرار لأن هناك فجوة يجب أن تمر لمحاولة إعادة ترتيب الأولويات في الساحة الفلسطينية مثلا الحكومة أو الوضع الفلسطيني بحاجة الاتفاق السياسي بين حركة حماس وفتح بين مكونات منظمة التحرير هذا ما كان غائبا طول الفترات السابقة والذي أدى إلى فشل كل محاولات المصالحة وبالتالي خمسة أسابيع ستستمر فيها حكومة رامي الحمد الله حكومة موجودة تسير الأعمال تسرم لكن ماذا عن خيارات الرئيس عباس دكتور نبيل عم هل كان لديه أي خيار آخر رئيس عباس نعم أسألك هل كان لدى الرئيس عباس أي خيار آخر لا طبعا الخيارات محدودة للغاية لأن أي خطوة تتخذ يجب أن يكون لحماس موقف منها هذه الحكومة جرت بالتوافق بين فتح وحماس وبالتالي أي إجراءات تتم على هذه الحكومة تقول حماس أنه يجب أن تتم بالتوافق ولهذا الخيارات ضعيفة هناك خيار رديكالي لا أعتقد أن الرئيس محمود عباس يفكر فيه وهو أن يضع الجميع أمام أمر واقع ويحدد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية بصفة المسؤول الشرعي عن هذا الأمر وعلى الآخرين أن يتكيفوا مع هذا القرار هل سيتقذ هذا القرار؟ أعتقد أنه لا يفكر في ذلك السيد نمر حمد قال في تصريحاتها اليوم أنه سيتم التشاور مع كافة القوى السياسية بما فيها حمس هل سنعود لنكرر ذات الخطأ مرة أخرى؟ تماما وهذا الذي سيحدث لكن لا يوجد عندنا الرغبة هنا في رامالله بأن تدخل في إجراءات قاسية بمعنى أن تقرر موعد الانتخابات إنما الحل الأسلم هو أن تأخذ خمسة أسابيع تتحدث فيها مع كل الفصائل أي العودة إلى المربع الأول ولا أعتقد أن هذا سينجم عن حل للمعضلة الفلسطينية لأن حماس في غزة تمارس استقلالية سياسية وإدارية ومن كل النواحي حماس تفتح خطوط الآن لموضوع إعادة الإعمار ولموضوع هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل وبالتالي ما الذي يرغمها على أن تأتي لتسلم أوراق من هذا النوع لرامالله لمجرد القول أنهم مع الشرعية أنا في اعتقادي أن كل الذي يجري لن يؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة على صعيد إعادة الوحدة وتوحيد العمل السياسي الفلسطيني هذا هو سؤال دكتور نبيل عمر أين نحن الآن من جهود إعادة الوحدة للصفة الفلسطينية أين التوافق؟ أين المصالحة؟ لا يوجد نحن تراجعنا كثيرا في هذا الملف ويجب أن يكون هناك حديث صريح في هذا الأمر الأمور تتردى إلى الأسوأ لم يحدث في تاريخ الشعب الفلسطيني أن فتحت جهتان علاقات رسمية دولية في وقت واحد وعلى برنامجين مختلفين لا أحد يسأل رامالله ما الذي يجري في غزة وغزة تفتح الأبواب من خلال وسطاء عرب ومسلمين ودوليين وتؤدي الدور كما لو أنها دولة مستقلة تمارس سياسة مستقلة هذا الجديد المتأخر في موضوع الوحدة أعتقد أن موضوع الوحدة لم يتجمد وإنما تراجع كثيرا إلى الوراء طيب في النهاية القيادة الفلسطينية والحكومة أي أن كان مقرها هي مسؤولة عن الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة كيف يمكن للحكومة المقبلة الآن أن تدير شؤون الفلسطينيين في غزة؟ هذا يتوقف على موقف حماس بالدرجة الأولى إذا كانت حماس مستعدة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية على برنامج سياسي فلسطيني موحد فالأمور ستكون بشكل تلقائي كما لو كانت في السابق أما إذا ظلت حماس تريد من أي تشكيل جديد مجرد ساتر لها للاستمرار في سياسة مستقلة بالمطلق على كل الصعود فأعتقد أننا سنظر روح مكاننا إلى فترة طويلة أشكرك شكرا جزيلا من رامالله القيادي في حركة فتحة الدكتور نبيل عمر